تعالوا نشوف بسرعة تويتات سريعة تغريدات سريعة موقف الاخوان من حلب فاكرين حلب لما الجيش سورة حرارها حلب تحترق والنهار ده موقف الاخوان مما يجري فيه منطقة شمال شرق الفرات تعالوا نشوف اول حاجة ياسر ابو هلالة بتاع الجزيرة بيقول ايه هاشتاج حلب تحترق الاول عالميا ساهموا فيه واشهروا اللون الاحمر عليه على حساباتكم مساهمة في وقف المجزرة معزرة الى ربكم ياسر ابو هلالة بيقول بعد كده بيقول ايه بلا مواربة الخلاف مع تركيا انها لم تدخل عسكريا لوقف المجازر التي ارتكبها المجرم الوضيع بشار الاسد ولو فعل قبل الاحتلالين الايراني والروسي لكان بشار فيه محكمة الجنايات الدولية تدخلها اليوم يحافظ على ما تبقى من جيش حر ويوفر مناطق امنة اللاجئي في بلدهم اوقف هنا لحظة ده ياسر ابو هلالة اللي كان ماسل قناة الجزيرة قبل كده اعتقد او دلوقتي بيقول في حلب نلحق يا جماعة بسرعة نرفع ريات حمراء والله يا راتح حمراء والله يا راتح حمراء هات يا ابن غيره ده محمد الجوادي محمد الجوادي ده راجل الاسطن بلا عقل بقول تهجدوا هذه الليلة من اجل حلب اهل حلب وشعب حلب واسلام حلب وتسامو حلب وتاريخ حلب وارض حلب وقناة حلب وحضر حلب ليه لما الجيش السوري راه يحر حلب من الارهابيين الاخوان انزعجوا قالوا هذا الكلام تهجدوا هذه الليلة عشان حلب شوفوا برضو محمد الجوادي الناكرة بيقول ايه ده يوم 10 اكتوبر امبارح اول امبارح اقترح على الجامعة العربية في اجتماعها يوم السبت القادم ان شاء الله ان تقدم الشكر لتركيا وان تولن عن اسهامها الفورية بالتسعين في المائة من نفقات الحملة التركية التي تحمل العرب وجودهم وارضهم وسيريتهم وكرمتهم على ارض سوريا والعراق غيره يا عمر غيره عمر حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل احمد منصور تهجير اهل حلب يذكرنا بجريمة تهجير اهل فلسطين المأساة تتكرر الفلسطينيون هجراهم اليهود وقاموا دولتهم والسوريون هجراهم الفرس ليقيموا دولتهم ده بتكلم على حلب النهاردة بتكلم على تركيا وسوريا بقوله شهادة تاريخية للجيش التركي من احد مقاتلي وحدات الشعب الكردية يرتدي زيا مدنيا سألته مراسلة التلفزيون الروسي لماذا يرتدي زيا مدنيا رغم انه مقاتل فقال لان الجيش التركي يقصف الاهداف العسكرية ولا يقصف المدنيين والحق ما شهرت به الاعداء ده احمد منصور غيره فصل قاسم بيقول صبغة مواقع تواصل بلون الدم وحلب تحترق الاكتر تدولا في العالم الاخوان عملوه اللي فاكر انتو حلب تحترق حلب تحترق حتى هنا كنت بلاقي ناس بلاقي ناس والله في مصر هنا حطينوا على صفحاتهم حلب تحترق وهمش عارف الموضوع اصلا الاخوان كانوا قاعدين في حلب والارهابيين قاعدين في حلب الجيش الوطني السوري بدأ يطهر فهم قاعدوا يا عيات وقولك بتحترق لما تيجي النهاردة تركيا بتحتل شمال شرق سوريا ما حدش بتكلم فيهم بيدفع عن سوريا اهو بيدفع عن تركيا عندما تناضل تركيا لإعلاء كلمة القومية التركية وعندما تناضل ايران لإعلاء كلمة القومية الفارسية فهذه ليست نقيصة مطلقا يا سلام بل فضيلة ليتنا نحن العرب نعلي كلمة العروبة كما يقول الآخرون كلمة قومياتهم انا بقول لي فيصل القاسم وبقول لي احمد منصور وبقول لي محمد الجوادي وبقول لي ياسر ابو هلالة عندما يختفي عندما يختفي امثالكم سترفع راية العرب عندما يختفي امثالكم ويختفي اميركم وتختفي جماعتكم واعلامكم سوف ترفع راية العرب دمتم في امان الله